وإحنا شايفين مصر وشايفين كثير من الأزمات بنقول يا جماعة والله القوى الوطنية والقوى المدنية دائما المفروض تكون بتتكاتف وإن القوى المدنية لازم تكون كلها إيد واحدة علشان خاطر في النهاية يقدروا يعملوا تصوروا رؤية وشكل واستراتيجية ويبقى عندهم يعني شكل أو خطة للخروج من الأزمة النهاردة بقى بقرة الأسبوع الجاي السنة اللي جاية بس يكون موجودة وإحنا لما بنشوف حزب من الأحزاب أو كيانات بيقوى إحنا كمان بنقول ده كلام كويس وكلام محترم وإن تمنى أن كل الأحزاب تكون تقوى عشان ده إصراء للحياة السياسية في مصر لكن النظام بيحاول دايما أنه يجفف منابع الحياة السياسية في مصر وما يبقاش فارق معاه قوي أن ده يقوى ولا لا يقوى لكنه ليه؟ لأنه عايز في الآخر يسمع نفسه فيروح يجيب حزب مستقبل وطن فيديله أغلبية وبس عشان يسمع كلامه فيكون النسخة الثانية والمقررة من أيوها زي ما أنت قلت بالضبط الحزب الوطن من الأحزاب العريقة في مصر واللي إحنا الحقيقة من حوالي كم شهر كده شفنا أو قلنا أو لقينا خبر فقلنا نتمنى أن هذا الحزب يستعيد أمجاده حزب الوفد حزب الوفد إرجع بقى وراء سعد زغلول مصطفى النحاس فؤاد سراج الدين كلهم قامات وحزب الوفد كان الحزب الأول في الحياة السياسة في مصر قديما طب دلوقتي فين؟ ورق وأسماء من كم شهر كده مفيش بها أبو شقة وفيه عبد السند يمام صح كده؟ الناس استبشرت وقالت إن شاء الله يتعامل بشكل من الشفافية ويتعامل مع أعضاء الحزب والهيئة العليا بشكل من الدبلوماسية ويستعيد الحزب أمجاده وقوته وقدرته على التأثير في الحياة السياسية المصرية مش قلنا كده كلنا وبركنا لعبد السند يماما وبركنا لحزب الوفد وبعدين بدأت تحصل شوية مشكلات مش هخش في التفاصيل عشان هو جواه بالمناسبة حزب الوفد بالشأن داخلي ولما بنتكلم عن قضية من القضاة دي بالشأن داخلي ده حاجة تخص المجتمع كله الدولة كلها الحياة السياسية بتبقى مرونا بحزبه اتنين وثلاثة واربعة وعشرة أعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد قرروا أنهم حيعملوا اجتماع للهيئة العليا الاجتماع ده كان دعا لي تلت أعضاء الهيئة سواء حضر عبد السند يماما أماما ولا ما حضرش رئيس الحزب ووفقوا على الاجتماع أنه يكون يوم الثلاثة النهاردة اللي هو 34 عضو وطلعت بيانات كثيرة حول هذا الاجتماع أن احنا حنعمل يا جماعة الاجتماع ووجهه رسائل كثيرة للدكتور أو الأستاذ رئيس الحزب يعني عبد السند يماما دكتور خالد أنديل ووجه بيان لرئيس الوفد عبد السند يماما وقال له النداء الأخير للهيئة العليا رئيسا وأعضاء الوفد فوق الجميع إعلاءا لصالح الوفد وتاريخه وحفاظا نفس الكلام اللي بنقول له على تماسكه ووحدته واحتراما للقانون ولائحة الحزب والمبادئ والتقاليد الراصخة وتغليبا لإرادة الأغلبية العليا أضم صوتي للأصوات العاقلة الهادئة التي تحتكم للقانون والليحة فأنا مع نعقاد الهيئة العليا واللي جاءت بناءا على طلب من الدكتور هاني سري الدين وبموافقة أكثر من 20 عضو من أعضاء الهيئة العليا لذلك أرجو من السيد المستشار عبد السند يماما رئيس الحزب الالتزام بالليحة واحترام الهيئة العليا اللي بتطالب بنعقاد الاجتماع والله الموافق لكن للأسف عبد السند يماما لاغل الاجتماع اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد أهو بس هو لاغل الاجتماع وطلعت هذه البيانات عبد السند يماما قال احنا حزب معارض في هذا النظام الذي نحترم يا عام ماشي احترمه براحتك احنا حزب معارض في هذا النظام الذي نحترم وهدفنا أن نكون الحزب الحاكم يا مساكل يلا ورينا يعني نتمنى الرسالة في هذا الموضوع مش من مصلحة السياسة في مصر أن يكون حزب زي حزب الوفد عنده كم المشكلات اللي احنا بنشوفها وبنسبحها احنا عايزين الحزب يا أخوة لأن قوة الحزب وتماسكه وتماسك بنائه هو اسراء للحياة السياسية في مصر حزب الوفد نتمنى أن يعود كما كان سعد زغلول مصطفى النحاس فؤاد سراج الدين هذه القامات اللي كانت على رأس الحزب وكانت على رأس الحياة النيابية والحياة السياسية في مصر حزب الوفد كانت له صوالات وجوالات داخل كل البرلمانات المصرية في وقتها لكن أين هو الحزب الآن؟ تجمأوا ولا تفرقوا حطوا ديكو في ايد بعض وخليكو على قلب رجل واحد ورسالة للرئيس رئيس الحزب عبدالسند يمامة هناك لوائح حاكمة وقوانين أيضا حاكمة التزم باللوائح والقوانين وحكم هذه القوانين ولما يبقى فيه 37 واحد من الهيئة العلي عندهم مشكلة وبيخلفوا قرارك إذا فإن هناك مشكلة عندك في شكل الإدارة بالشكل المطلوب لا إحيا وقانونيا اعمل اللايحة بتقول عليه وإلي القانون بيطلبك بيه ونتمنى أن حزب الوفد وغيره من الأحزاب السياسية في مصر يرقى لأن يكون بيمثل فعلا وينافس على السلطة ويكون حزب الأغلبية زي ما قال عبدالسند يمامة والحقيقة أن فعلا ما فيش أحزاب في مصر فيش أحزاب في مصر بشكل واضح يعني